لو بتدور على كاميرا مناسبة لحماية بيتك أو لمراقبة أطفالك فممكن تكون هالكاميرا هي الخيار المناسب إلك من شركة IMU وبالضبط اسمها Ranger 2 خلنا نشوف ميزات هالكاميرا إيش ممكن تعطينا ميزات وكيف ممكن نشغلها يلا نشوف كثير من الناس بسألوني إيش أفضل كاميرا إني أقدر أراقل فيها أطفالي وأنا برا البيت فشفت هاي الكاميرا اللي فيها ميزات تقدر تتحكم فيها من برا البيت وميزات أكثر كمان مناسبة رح نشوفها إيش بيجي بالصندوق هذا هو صندوقها طبعا هذا هو الصندوق إيش بيجي فيه فقط الكاميرا وبيجي الشاحن طبعا الشاحن تبعها هو وصلة USB والمداخل اللي فيها مدخلين فقط مدخل للإيثر نت اللي هو النتورك لو عندك شبكة بالبيت قريبة ومدخل ثاني خاص بالشاحن ولو ما عندك شبكة نتورك قريبة من الكاميرا عادي ممكن تشغلها على الواي فاي أول ما تشغل الكاميرا رح تبدأ تعطيك وضع الاستعداد يعني وتوقف هاي أول خطوة ثاني خطوة رح ننزل التطبيق الخاص بالكاميرا التطبيق تبعها متوفر على الأب ستور وعلى الجوجل بلاي وبتنزل هذا التطبيق اللي هو i'm you life رح يطلب منك تسجيل دخول إما عن طريق الفيس بوك أو حساب الأبل لو تليفونك آيفون أو عن طريق الجيميل أو أي حساب فانت تعمل sign up هون تكبيل sign up تبدأ في المعلومات الأساسية بتحط i have read and agree أوكي بعدين بتحط إيميلك والباسورد بتعمل دخول خلينا ندخل إحنا بالحساب اللي أنا عملته نعمل دخول رح يطلب منك دخل الكود الخاص بالكاميرا زي ماسح ضوئي فانت بتروح على خلف الكاميرا هون بس بتقرب الكاميرا هيك عليه تعمل مسح وفوراً الكاميرا بتظهر عندك على التليفون بس الكاميرا تظهر عندك على التليفون تبدأ تتحكم بكل شيء في الكاميرا طيب نبدأ بأول ميزة كيف أتحكم بالكاميرا منروح على هذا الخيار ومنتحكم بالكاميرا شوفوا شوفوا فوق تحت فهذا الشيء الحلو فيها أنه أنت بتقدر تتبع الطفل أو الشخص عن طريق التطبيق وإنت من برا البيت في شبكة ثانية أول شيء ثاني شيء ممكن نأخذ لقطة شاشة ومتتخزن في حسابك الخاص في التطبيق الخيار البعده ممكن تتكلموا أنت خارج البيت مع الكاميرا عشان يطلع هون الصوت لو بتلاحظوا هون في سماعة رح تطلع الصوت اللي أنت رح تحكي فيه فبتشغل أنت هون من التطبيق شكل المايك هذا بنشغلها من هون ونبدأ بالتكلم رح يطلع صدى صوت لكن بشكل سريع رح أورجيكم فقط بتضعت على المايك وبتسمع الصوت بتتكلم عن طريق الكاميرا وبتطلع الصوت من هون لازم تكون إداء خارج المنزل عشان تتكلم عن طريق المايك الموجود هون وكمان في ميزة مهمة جداً وحبيتها أنا اللي هي تقدر تشبك أكثر من كاميرا على نفس التطبيق وتشوف أكثر من كاميرا وتراقبهم من نفس التطبيق يعني لو رحنا على موضوع العرض هون شوفوا بتقدر تعرض أكثر من كاميرا أو بتقدر تضيف زائد وتضيف الكاميرات الثانية بنفس الطريقة سعر الكاميرا وتفاصيلها حطت لكم إياها بالرابط تحت عشان تشوفوا أكثر عنها لو حابين تشتروها كمان سعرها أقل من 35 دولار للي بيحبي يشتريها وبس هي كانت المراجعة على كاميرا آيميو رينجر تو للمراقبة المنزلية أو مراقبة أطفالك لو حابين نستعرض أشياء ثانية حابين نشوفها وكتبونا بالتعليقات لو عندكم كمان أسئلة وهالميزات المجانية مناسبة يعني استهلناك تشتريها لمراقبة أطفالك أو لمراقبة البيت وإيش أنتم تستخدموا الكاميرات في البيت خلينا نشوفها ممكن نرجعها بالمستقبل يعطيكم العافية لا تنسى اللايك والشير للمقطع السلام عليكم